من هنا عزيزي سؤال سخلينا في الدائرة الإسلامية فهل الإسلام واحد أم الإسلام متعدد؟ شو تقوله؟ متعدد؟ متعدد في هذا المجال لم يوجد اتجاه؟ اتجاه هذا الذي ذكره العزيز الأخ وهو أنه أساسا في مقام الإثبات الإسلام ماذا؟ يتعدد بعدد الأفهام ولكن في مقام الواقع شنو؟ واحد إما أن نصيبه وإما أن ماذا؟ أن نخطئه ومن هنا نحن نفتخر أن نحن من المصوبة والمخطئة يعني شنو المخطئة؟ يعني قد ما نصل إليه يطابق الواقع وقد لا يطابق الواقع في قبالنا ماذا يوجد رأي؟ المصوبة هذا ماذا يقول؟ هؤلاء أيضا على فرقتين أو اتجاهين اتجاه يقول لا يوجد واقع ما وصلت إليه الله يسجله هو الواقع ما هذا الواضح؟ أصلا لا يوجد واقع هنا أشكل عليهم إذا لا يوجد واقع عم ماذا نبحث عنه؟ اتجاههم آخر يقول لا يوجد واقع التفت جيدا يوجد واقع ولكنه إذا وصلت إلى شيء خلافه الله يبدل ذاك الواقع يخليش ها؟ يا واقع يخلي هذا اللي انتهي وصلت إليه يقول لك فإن قلت خب إذا علماء وصلوا في مسألة إلى عشرة أقوات يقول الواقع شيء يصير؟ عشرة أقوات وقعا أقو بالي أقو مولا أقو تأويل مختلف الحديث تأويل مختلف الحديث والرد على من يريب في الأخبار المدعى عليها التناقض تأليف ابن قتيبة متوفى ميتين وستة وسبعين دار ابن القيم ودار ابن عفان تعالوا معنا إلى صفحة مية وواحد وعشرين أعزائي خلي ذهنكم يمي يقول ثم نصير إلى عبيد الله بن الحسن وقد كان ولي قضاء البصرة كان قاضي في البصرة فتهجم من قبيحي إلى أن يقول آراءه انظر إلى آرائه يقول وذلك أنه كان يقول التفتولي هواء اللطيف هذا الاتجاه إن القرآن يدل على الاختلاف القرآن قال ولذلك خلقه فالقول بالقدري صحيح وله أصل في الكتاب والقول بالإجباري صحيح وله أصل في الكتاب صحيح ظاهرا صحيح ماذا وقعا ومن قال بهذا فهو مصيب ومن قال بهذا فهو مصيب لأن الواحد لأن الآية الواحدة ربما دلت على وجهين مختلفين واحتملت معنيين ماذا متضادة يقول اللهم أراد ذلك وإلا لما أنزل الآية ماذا تحتمل جنو الوجه وسئل يوما عن أهل القدري فلان وقال وكذلك القول في الأسماء فكل من سمى الزاني مؤمنا فقد أصاب وكل من سماه كافرا فقد أصاب ومن قال هو فاسق وليس بمؤمن ولا كافر فقد أصاب لذلك القول في المسألة ومن قال هو منافق ليس بمؤمن ولا كافر فقد أصاب ومن قال هو كافر وليس بمشرك فقد اصاب ومن قال هو كافر مشرك فقد اصاب لان القرآن قد دل على كل هذه المعان اصاب مو انه حجة التفت فرق بين الاصابة وبين شنو وبين الحجة انتم قد تقول حجة كل هذه الاقوال ماذا كما انه اختلف العلماء في ولاية الفقيه او في طهارة الانسان واحد يقول كذا كلاهما حجة ولكن الحجية شيء والاصابة ماذا هذا الرجل دل يتكلم عن ماذا مو عن الحجية عن الاصابة وكذلك السنن المختلفة ولو قال قال ولو قال قائل ان القاتل في النار كان مصيبا ولو قال هو في الجنة قال كان مصيبا ولو وقف فيه وارجى امره كان مصيبا وكان يقول في قتال شوفوا المبنى شوفوا المبنى انت اذا متحل هاي المبنى مت انت متحلها في قتال علي لطلحة والزبير وقتالهما له ان ذلك كله طاعة لله تعالى هذا مصيبا وهذا هاي نظريات ما اعرف انت تقول لما يصير يقول ثبت لي ان الواقع ما هو ولكن انت مفترض ان الواقع ما هو هذا الاصل الموضوعي اللي هو هذا البيشفرز اللي مسكوتا عنه ولهذا انت تقول كيف يمكن ان نقول اجتهدوا فاخطاهوا وهم في الجنة اشلون يصير اخر في النتيجة لو احد في الجنة لو في النار هاي مرتبطة بانه نظريات المعرفة تحليتها في الرتبة السابقة لو ما حليتها خل ما حالها اصلا والله ما تدري انت نظريات المعرفة شنو اصلا ما اقولك ما تدري يعني مو انه ما عندك قدرة ما بحثت اصلا ما بحثتم عن نظريات المعرفة هذا رأيهم هذول اللي ينقدوني يتصورون انا قائل شنو بهذا الرأي بهذا المعنى اللي يقولون نسبية وتشكيك مع انه انا لستم القائلين بهذا الرأي انا اقول بان الواقع واحد ولكن فهمنا لهذا الواقع قد يكون شنو متعدد اذا بينكم وبين الله من من اولئك الذين نقدوا الافكار اللي اذا اطرحها اصلا ميز بين قال اذا كان مقصوده الامر الاول الاتجاه الاول فكلام ماذا لا نوافق عليه اما اذا كان مقصوده الامر الثاني والحوزة ببابك فهم العلماء واحد لو متعدد مع ان الواقع واحد لو متعدد ها واحد ولكن فهمهم متعدد اعزا من هنا اعزا اتفتوا جيدا لابد ان نميز جيدا بين مقام الاثبات ومقام الثبوت بين مقام الفهم فهم العالم وبين مقام الواقع ونفس الامر